نفذت مدرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات لقرية أبو سلطان التابعة لمركز مدينة فايد وذلك على مدار يومين جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية حيث تم الكشف على 2500 مواطن وشملت القافلة الطبية عيادات متنقلة في 12 تخصص طبي إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا مجانيا كما تضمنت القافلة ندوات التفقيف صحي لتوعية بأهمية لقاح كورونا وأهمية التسبيل في منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا